في يومها الثاني تواصل مسيرة البطون الخاوية شق طريقها نحو العاصمة المؤقتة عدن بعد توقفها لأخذ قسط من الراحة في مدينة النشمة بالمعافر بريف محافظة تعز قطعت إلى حد الآن المسيرة بحدود 100 كم وباقي بحدود 120 كم وما زال الإصرار متواصل المعاناة الإنسانية للمشاركين في المسيرة معاناة يندى لها القبين سيراً على الأقدام يقطع هؤلاء الموظفين عشرات الكيلومترات بحثاً عن حق ضاع كما يقولون بين إهمال متعمد لمعاناتهم ووعود لم ترى النور حتى الآن ورغم كل عملية التحريض والإشاعات التي تشاء حول المسيرة إلا أننا ماضونا وعازمونا على الوصول إلى العاصمة عدن والمطالبة بتنفيذ مطالبنا أمام قصر المعاشيق ولن نتراجع ولن نتراجع رغم كل التحذيرات والمخاوف الأمنية لأننا نتضور وجوعاً الوضع المعيشي الصعب الذي يقاسيه موظفي مدينة تعز دفع بهؤلاء لتنظيم مسيرة راجلة رغم المشاق الصعبة والمخاطر الأمنية الكبيرة في ظل وضع الحرب الذي تعيشه البلد نحن خرقنا مضطرين للمطالبة بحقوقنا التي توقفت منذ ثمانية أشهر بعد بعود كاذبة ومواطلة من الحكومة ومن السلطة المحلية التي لم تنقذ لنا أي شيء وبعد أن عانى أبنائنا من القوع ومن الألم وعجزنا أن نوفر لهم أدنى أي شيء الحصار الخانق الذي تفرضه الميليشيات الإنقلابية على تعز والقصف العشوائي لأحيائها السكنية لم يكن كافياً لمعاقبتها على رفض الإنقلاب بل تمت مكافأتها من قبل الشرعية بقطع رواتب موظفيها منذ ما يقارب السبعة أشهر بين من يرى ضرورة التحرك في سبيل المطالبة بالراتب ومن يرى أن الاحتقان الأمني والسياسي الذي تعيشه العاصمة المؤقتة عدن لا يهيئ لمثل هكذا تظاهرات تواصل المسيرة تحركها ليبقى السؤال هنا هل سيتم السماح لهذه المسيرة بالوصول إلى عدن أم سيتم منعها فواز الحمادي قناة بلقيس تعز ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر